إن الذين قانوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يعزنون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فإن من أنواع الشعور التي تعوق الإنسان عن أداء المهام التي توصله لتحقيق أهدافه أن يكون قلبه مليئا من الخوف وبالتالي يجعله مضطربا في أموره وأعماله ومن ثم لا يتمكن من تحقيق أهدافه ولذا على الإنسان أن يكون منطلقا من إيمانه بالله جل وعلا إلى بر الأمن والأمان فيكون هذا من أسباب نجاحه في دنيا ونجاحه في تحقيق الأهداف التي يريد أن يحققها انظر لقول الله عز وجل لقد صدق الله رسوله الرؤية بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا نعم متى كان الإنسان بعيدا عن شعوره بالخوف واتحد خوفه لأن يكون خوفا من الله جل وعلا بحيث لا يخاف أحدا من المخلوقات أورثه ذلك من الشجاعة ولإقدام ما يجعله متمكنا من تحقيق أهدافه وساعيا في أموره التي يريدها ويرغب فيها إن الخوف من أعظم الشعور الذي يجعل الإنسان مضطربا في حياته وبالتالي لا يتمكن من أداء أعماله إن الإنسان عندما يكون مطمئن القلب يكون هذا من أسبابه قدرة على تحقيق ما يريده ولذلك أمر الله جل وعلا المؤمنين ببذل الأسباب المؤدية إلى طمأنينة قلوبهم انظر لقول الله جل وعلا ألا بذكر الله تطمئن القلوب آية عظيمة فيها أمر بذكر الله الذي يزيل عن الإنسان الخوف ويجعله من أهل الأمن والطمأنينة وبالتالي يكون بذلك ممن تمكن من أداء أعماله على خير الوجوه وأحسن الطرائق إن من الأعمال الصالحة التي تورث الإنسان طمأنينة وسكينة وتبعد عنه الخوف أن يكون من أهل الأعمال الصالحة فإن صاحب العمل الصالح يكون مطمئن البال مرتاحا لا يخاف ولا يحزن ولذا قال الله جل وعلا بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وكما قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون نعم إن استمرار الإنسان في ذكره لله وحرصه على طاعة رب العزة والجلال يجعله من الذاكرين الذين تطمئن قلوبهم فلا يعرف الخوف من المستقبل طريقا إلى قلوبهم وبذلك يتمكنون من تحقيق أعمالهم ومن أدائها على أكمل وجوهها إن الناظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أنه مع مرور الحوادث العظيمة التي مرت به من مثل يوم الهجرة ومن مثل يوم الأحزاب وغيرها من الوقاع يجد أنه صلى الله عليه وسلم كان مطمئن البال واثقا في وعد الله جل وعلا فكان هذا من أسباب طمأنينة قلبه ومن أسباب إنزال الله جل وعلا له النصر في دنياه بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير وجعلني الله وإياكم من الهدات المهتدين هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يعزنون اشتركوا في القناة